جلسة جلستان ثلاث والبرلمان يفشل في تسمية رئيس الجمهورية في العراق ليكشف هذا الفشل جاليا عن أزمة مزمنة في جسد العملية السياسية وخصوصا في مرحلتها الأخيرة التي بدأت بانتخابات تشرين الأول عام 2021 ستة أشهر منذ الانتخابات والكتل والأحزاب تتباحث في سوق المساومات السياسية توصيات خارجية ورعاية إيرانية وشد وجذب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري للوصول إلى تسوية وبالنهاية تركوها كالمعلقة أين المشكلة تكمن إذن طالما الجميع على قلب فاسد واحد يجيب مراقبون إن ترهل العملية السياسية بسبب التخبط مدة عقدين من الزمن والتغيرات الإقليمية وتصاعد الحراك الشعبي هذه أسباب وضعت الشركاء في موقف محرج جعلهم يتخبطون في التعامل مع الأزمة السياسية وخصوصا في ظل التدهور الاقتصادي عرابوا العملية السياسية ومهندسوها الأوائل يدركون حجم الأزمة التي باتت تهدد المنظومة الحاكمة بالمجمل لذلك يحاولون إطالة أمد المفاوضات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وضمان عدم الوصول إلى صدام مباشر يطيح بالمسار السياسي المشترك الشاهد على ذلك تصريح المالك حول ضرورة وجود الثلث المعطل الضامن لبقاء العملية السياسية تصريحه هذا يأتي ليؤكد ما صرح به قبل سنوات عندما قال إن حرصه على بقاء العملية السياسية جعله يتكتم على أسماء قتلة وفاسدين أنا أريد أكشف هذه الحقائق لكن العملية السياسية ما تحمل وأتمنى أن يكون بعد فترة تتاح لي فرصة القادم لن يأتي بانفراجة سياسية على المدى المنظور كما تدل مؤشرات الواقع لذلك فإن أقصى ما يسعى إليه رعاة المنظومة الحاكمة هو الحفاظ على وجودها الإسمي الذي يضمن بقاءهم ولو على حساب خراب العراق